اعلنت وزارة الصحة اكتمال تطعيم مليون شخص بجرعتين من مختلف انواع التطعيمات التي تمت اجازتها في مملكة البحرين وذلك بنسبة 80% من سكان مملكة البحرين المؤهلين لاخذ التطعيم ضمن الحملة الوطنية للتطعيم واكدت الوزارة ان هذا الانجاز يعكس حرص الحكومة على سلامة وصحة افراد المجتمع وتوفير افضل الممارسات الصحية لضمان تطبيق اعلى معايير المناعة المجتمعية ما ينوف على مليون شخص من افراد المجتمع ككل تلقوا جرعتين مختلف انواع التطعيمات المضادة لفيروس كورونا في البحرين حتى اللحظة اللقاحات التي تمت اجازتها في المملكة والتي كان للحاصلين عليها الحق في تحديد نوعها لتصل النسبة الى 80% من سكان البحرين المؤهلين لاخذ التطعيم ضمن الحملة الوطنية للتطعيم وهو انجاز يعكس حرص الحكومة الموقرة على سلامة افراد المجتمع وتوفير افضل الممارسات الصحية لضمان تطبيق اعلى معايير المناعة المجتمعية ان ارتفاع اعداد الحاصلين على اللقاح بشكل مضطرد في البحرين يعود بالدرجة الاولى الى ثقات المواطنين والمقيمين بعمق السياسات التي تتبناها الحكومة الرشيدة وحسن التوجيهات الصائبة التي برع وما زال يبدع في ايصال رسائلها التواوية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا ونجاحه في الاخذ بيد الحملة الوطنية للتطعيم نحو تحقيق المخرجات المطلوبة والنتائج الايجابية الملموسة المتعلقة برفع مؤشرات الامن الصحي في المجتمع البحريني ومع ارتفاع معدلات التغطية بالتطعيم ومع زيادة الوعي المجتمعي باهمية اخذ اللقاح للتصدي لهذه الجائحة رأينا اقبال كبير من المواطنين وهذا يعكس ثقتهم العالية بالخدمات الصحية في مملكة البحرين ويعكس شعورهم بالمسؤولية ووقوفهم جنبا الى جنب مع القيادة الرشيدة للتصدي لهذه الجائحة وما فتئت البحرين تمضي في تطوير بروتوكولات التطعيم ضمن الحملة الوطنية للتطعيم بحسب البروتوكولات العالمية المعتمدة عبر تقديم جرعة منشطة للتطعيم المضاد لفيروس كورونا الى جانب الموافقة على تطعيم الفئة العمورية من 12 الى 17 عاما بتطعيم فيزر بيونتيك المضاد لفيروس كورونا بجرعتين فمنذ ان تم التصريح الطارئ للقاح فيزر للفئة العمرية من 12 الى 17 عاما وبعد تجربته في التجارب السريرية في الولايات المتحدة الامريكية والتصريح له ايضا من هيئة الغذاء والدواء مملكة البحرين صرحت بالتصريح الطارئ لهذا اللقاح وتم ادخاله لهذه الفئة العمرية لحمايتهم كفئة معرضة للاصابة وقد تكون مصدر لنقل العدوى للفئات الاخرى رأينا بان الاقبال كان كبير اولياء الامور يعني لديهم ثقة كبيرة في الخدمات الصحية وفي اخذ هذا اللقاح لحماية ابنائهم جهود وطنية وخطط عمل حكومية اثبتت جدوها في نصرة المجتمع ومساندته في معركته المستمرة ضد الفيروس تمثلت برفع الطاقة الاستيعابية لعدد جرعات التطعيم لتصل الى واحد وثلاثين الف جرعة يوميا من خلال واحد وثلاثين مركزا موزعا على مناطق البحرين كافة ليسهم ذلك في تقليل مدة الانتظار لاخذ اللقاح كما تم تطعيم ما نسبته 98% من الافراد المسجلين لاخذ التطعيم تعد اللقاحات من اهم التدخلات الوقائية السريعة في مواجهة الوباء وابطال رعونته فهي من تقف كخط دفاع اول يتصدى لمختلف الهجمات التي قد يشنها الفيروس بين الحين والاخر الامر الذي من المؤكد ان يبقي على عافية المحيط وصحة قاطنه من اي اعتلال قد يستهدف توازنه لتلفزيون البحرين محمد رشادت